خلونا كده قبل من نبدأ حلقاتنا النهاردة نتكلم في موضوع مهم جدا من كم يوم كده تكلمنا في ملعب الأبطال هنا في البرنامج عن الأفكار السلبية اللي بتؤثر بالسلب على معنويات أبطالنا في كل الرياضات والألعاب وقلنا إن أبرز السلبيات دي هي الشائعات واللي بتأثر بشكل سلبي على تركيز اللاعبين وحتى اللاعبين والمدربين والمسؤولين كمان في كل الهيئات الرياضية النهاردة هنتكلم على واحدة من الأفكار السلبية دي اللي أنا شايف إنها يعني بصراحة ما تقلش خطورة عن الشائعات وهي فكرة التقليل من الإنجازات والنجاحات تحت أي أسباب أو مبررات لعب مثلا راح يشارك في بطولة قرية أو الدولية في أي رياضة فردية وقدر إنه يحقق المركز الأول وياخد مدالة دهبية فنقول إحنا بدل يعني بدل ما نحتفل به ونشجعه ونقول الله نور عليك وتسلم إيدك وربنا يكرمك وشد حيلك عشان اللي جاي وعايزين إنجازات أكتر فبيتم التقليل من الإنجاز اللي عمله البطل ده سواء في البطولة الدولية أو حتى في البطولات العالم وبدل ما نقول يعني البطولة ضعيفة بنقول البطولة ضعيفة لو بطولة قرية مثلا يعني أنا شفت حتى تقليل من إنجازات أبطالنا الأولمبيين بجد يعني شفنا تقليل حتى من يعني مثلا هدامة لك شفت تعليقات على السوشيال ميديا بتقول يعني كل مرة تجيب برونز يا أخي ده دورة الألعاب الأولمبية دورة الألعاب الأولمبية في تاريخ مصر دخلت التاريخ لما تحقق مداليتين مرة في رويد جانيرو ومرة في توكيو لعبين للمشاركين في كل البطولات بيكون عليهم ضغط وفيه ناس كتير تقولك إيه في بطولة قرية مثلا القرعة خدمته أيها طب ما القرعة كده كده أصلا دي من أسباب أو من يعني من بروتوكولات اللعبة ما أنا ممكن أخش في القرعة معايا بطل عالم في الوزن أو في المنافسة بتاعتي القرعة تبعدن عنه وقبله في النهاء مثلا خصوصا في الألعاب الفردية النزالية بالتحديد كمان القرعة ممكن تبعد ملاكم أو مصارع أو لعب جودو أو بطل تايكوندو عن بطل العالم فإن أقولك القرعة خدمته ثم ده نوع من أنواع اللعبة أصلا القرعة دي نوع أو حكم من أحكام اللعبة نفسها ويا ما القرعة دي خدمتنا ويا ما ظلمتنا فما نقللش من الإنجازات اللي بيعملوها لعيبة بتاعنا خصوصا في الألعاب الفردية وحتى على مستوى المنتخبات في البطولات القرية متخب اليد مثلا راح لعب بطولة أفريقا وكسب تونس فقال بتونس وده إنجاز كبير فتلاقي ناس تقولك أصلا منتخب تونس مش في أحسن حالته وإن منتخب تونس بيمر بفترة إحلال وتجديد للصفوف وطبيعي نكسبه ونفوز عليه طب ما قبل كده كان منتخب تونس ممكن يكسبنا وكنا بنقول بيكسبونا ومش عارفين نكسبهم وإحنا برضو كنا ممكن نكون بنمر بمرحلة إحلال وتجديد فالنبرة السلبية اللي بنسمحها دايما والتقليل من الإنجازات زي ما كده بطولة أفريقيا هنا مثلا الهندبول وكسبنا تونس قال لك منتخب تونس ما كانش جامد يعني بالعقل يعني يعني بالعقل دي بطولة ومنافسة كل منتخبات جاية منتخب جاية جامد مش جامد أنا مليش دعوة أنا بلعب أكسب هي دي الفكرة فما نقللش من أي إنجاز يعني لما يكون منتخبات أوروبا نفسها لما بتكون بيتنفس مع بعض عمرهم ما بيقولوا إحنا بنفوز على هنا أو جماهيرهم بتقول ده فازوا عشان الفريق ضعيف ولا بيحتفلوا بيهم وبيعملوا لهم أفراح وبيعني بيشيلهم على العلاق انحقق فوز وحقق إنجاز نفس الحكاية منتخبات الطائرة منتخبات الفولي في مصر تلت بطولات قرية في الناشئين نجي نتكلم برضو نقلل من البطولة أصلي كان فيه سبع فرق أصلي فيه خمس فرق فعش الناس دي تعبت والله الناس دي تتعب الناس دي بتتمرن الناس دي بتضحي تخب البنات مثلا بتاع 2004 اللي لعب بطولة العالم في كورة اليد البنات ضحوا ضحوا بامتحانات سنوعة عامة وراحوا جابوا سابع عالم في أول مشاركاتهم الدولية الحقيقية فتيجي ناس تقالل الممشاركة يقولك سابع أيوة انت بتلعب مع مين انت بتلعب مع أقوى منتخبات في العالم وهما كذبوا منتخبات من أقوى منتخبات العالم فلازم لازم نقف مع أولادنا ونقف جنب أولادنا مهما كانت البطولة أنا هقول بصراحة مهما كانت قوية ضعيفة مهما كانت أولادنا راحوا كسبوا وحققوا مركز أول مركز تاني نقف تالت نقف وراهم ونشجعهم هيدي الفكرة ومنتخبات التانية فيه منتخبات مثلا ما جاتش البطولة أنا مالي بحدش أقال لك ما تجيش أنا رحت لعبت واستعدت واكسبت ورجعت بكاس يبقى كتر خيرك نقول لهم برافو عليكم الناس اتحاد الطائرة واخدين تلعب بطولات قرية والناس على سوشال ميديا بتقلل من الانجازات دي انتوا عارفين الولاد دول اللي بلعبوا في منتخب ضحب ضحب حاجات كتير ممكن ضحى بدراسته ضحى بأنه شوف أهله ضحى وحضرتك قاعد بس بسك التليفون بتكتب دي بطولة دعيفة لا ما فيش حاجة اسمها كده لازم لازم النبرة الإيجابية شفنا في توكيو 2020 قبل تحقيق أول ميدالية والله أنا كنت باجي الحلقة وباجي البرنامج ببقى عايز أبكي من لي بيتكتب ولما كنت بقول أنا هسمع السلام الوطن وحنسمع السلام الوطن إن شاء الله في الدورة الناس كان بتشتمني ولما حصل وجبنا ست ميداليات الناس مش عاجبها فيه ناس كتير مش عاجبها وبتقلل من إنجاز فيه ناس فيه نوعين فيه نوع اللي هو دايماً بيعمل بنظرية التقليل وخلاص اللي هو لو أنا ما اتكلمش هقول له ما اتكلمش هوا لو معلقش هقوله المعلقش هوا وفيه ناس بيبقى لها أهداف تانية تقليل من الإنجاز ده أهداف تانية أهداف مناصب أهداف كل واحد وضميره يعني أنا بس بقى النصيحة نرجوكم بدل فيه إنجاز عملوه أبطال مصر بدل عالم مصر ارتفع نقول له ونقول للأبطال دول برافو عليكم بس كلمة برافو عليكم شدوا حيلكو برافو عليكم طيب تخيلوا بقى احنا وصلنا بمرحلة إن فيه ناس بتقلل مثلا من الإنجاز اللي عملته سمر حمزة في طولة العالم اللي وقيمت مؤخرا في السرب وقدرت سمر إنها تحصل على الميداليا الفضية وبتقول إن البطولة ما كانتش بيشارك فيها أبطال الميزان وإن الحظ خدم سمر في لعبة منتغب مصر تخيلوا تخيلوا بقى لعب أو لعبة بياخد ميداليا في بطولة عالم بنقلل من إنجازه ويعني طبعا السؤال بقى ده منطقي يعني ولا ده شيء مقبول أصلا انت عارف البطل ده عشان يوصل لمناصة التتويج زي ما قلنا ضحب إيه وقدم إيه عشان يوصل لده تعرفين اللي عيد في الألعاب النزالية بيقهر نفسه علشان يوصل لمزانه لوزنه بيضحب بحاجات قديه بيشرب الماء بحساب بيأكل بحساب يعني ممكن ينام طبعا بيلازم بينما يجري عشاء أصلا أكله يا دوب بيضحب بملازات الحياة اللي حضراتنا بناكلها وبنشرب وبنتفسح وبنخرج وبنروح نصيف وبنحتفل بالعيد اللعيب عشان يوصل للإنجاز ده بيلغي كل الحاجات دي وبيضحب كل الحاجات دي بجد والله ويوصل لإنجاز ويوصل على مناصة التتويج ويرفع عالم مصر والناس تقول لك الجامدين ما كانوش موجودين ففلان عمل ميداليا طبعا ده شيء يعني مرفوض شيء مرفوض شكلا وموضوعا لازم ندعم الأبطال لازم نشجعهم وناخد بيدهم ونحسسهم بنجاحهم وبحجم الإنجاز اللي هما بيحققوه لإن ده فعلا واللعيبة دول بتلعب باسم مصر وباسمنا ولإن اللعيبة دول يستحق كل اللي وصلوا ليه وإن ما فيش حاجة اسمها إنجاز بيتحقق بالصدفة والله ما فيه حاجة اسمها إنجاز بيتحقق بالصدفة اللي بيتعب وبيجتهد وبيعرق وبيضحي هو ده اللي ربنا بيكرمه وبيعمل إنجاز ما فيش حد كده بيروح من عسرير أي من عسرير يسافر بطولة عالم يجيب مدالية ما فيش كده مستحيل لازم يتمرن كويس لازم يعسكر لازم بيتصرف عليه والبلد بتصرف عليه والمدربين بيضحوا والأسرة كمان وأولياء الأمور بيضحوا علشان الولد أو البنت أبطالنا أبطال مصر اللي بيشرفونا والله وبعد رابلهم تعظيم سلام كل من يرفع علم مصر يستحق إن احنا نبوس رأسه بجد أي بطل من دول لو أنت حضرك شايفه في الشارع بوس رأسه لأنه رفع علم مصر برة رفع علم مصر في طولة أفريقيا رفع علم مصر في طولة عالم في أولمبياد هو ده الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه نرجو النبرة الإيجابية والتحفيز الإيجابة الأبطالنا اللي بيعملوا حتى البطولات العربية فيه ناس تقولك البطولة العربية بطولة ضعيفة بنلعب مع 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 اللعيبة العرب يعني ده كلام برضو اللعيبة دول بتعب والله عشان يكسب وعشان يوصل للمنصة تتويج بيتعب بيتعب قوي بيتعب لدرجة حضرتك ممكن اللي ممارست الشرياضة ما تتخيلهاش حضرتك لو عايز تنقض انقض ولكن باسلوب بناء انقض باسلوب توجيه انت شايف لعب عمل حاجة مثلا غلط ولا بتعلم المفروض بس يعني ازود وزنك شوية نزل وزنك شوية كبر عضرتك انما مش تقوله انت بسا ما عملتش حاجة وانت لا ده غلط ده بجد والله غلط وبيحبت أبطالنا وبيخلي الانجاز بعد كده صعب لان نفسيا اللاعب خلاص بيقولي ان انا بعمل حاجة ومحدش بيقدرني فنتمنى كل من يرفع عالم مصر له منا كل التقدير والاحترام في اي بطولة في اي بطولة ايا كانت ده اللي كنت عزورة